ده في عمال النحاس بتاع مغاغة وكان طبعا مغاغة عاملة اسم كويس فاكر منشتك كده كتب كده على المباراة كده ولا بش فاكر آآ نا هيبه صعب صعب مين بقى محمد عمر بعد ما خلص المباراة طلع قالك ايه آآ كابتل عمر كان عنده ميزة في الوقت ده من الحياة الواحد كان بيتعلمه وبالنسبة له كان الجديدة ازاي صاحب اللعيبة وازاي يكلم مع اللعيبة آآ احنا قدينا مباراة كبيرة آآ احنا عايزين نقعد في الدوري عايزين نجمع اكبر عدد ممكن من الناط آآ لو كان حد فيكو بيخاف من المتشاط الكبيرة ادي مباراة كبيرة شفت الجمهور كان عامل ازاي في الملعب رغم ان كان فيه ناس كتير بتشجع نادي الزمالك وكان فيه جمهور طبعا 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 آآ خفف شوية من الضغط عليكم من الضغوط اللي على اللعيبة لان كان معظمنا هلاي اللي كان بيلعب دوري ممتاز نعم وليلي اللي كانوا في قسطينة يعرفوا يلعب ويتحمل معه ودي كانت اول مباراة دوري ممتاز مع الزمالك آآ ده اول مباراة مشاركة ليا لها مع طيب بعد ما لعبت اول اخر 20 ديئة في المباراة وعامل مباراة كويسة وانت خارج من الملعب حسن انت عملت حقويسة انت حسيت بعد كده اللعب في المكان انت خلع فيه ده سهل ولا برضو لازم أبقى عندي حرص شوية لأ حرص شوية عايز انا الاول كنت بفكر ان انا عايز العب لانه لغاة دلوقتي لسه لسه جاي اسوان ولسه يعني مش هولك كسبت ثقة الموديل الفني ان هو يلعب المطشين اللي بعد كده اتعدلنا وخسرنا وكانت خسارة ضد المريخ في برسعيد خسرنا 5-0 رجعنا عشان نلعب جمهوريت شبين جمهوريت شبين الجيل اللي كان فيه عصام شعبان ورامب جدا كابتن عمر من بدري من اول الاسبوع الان هغير وهنغير هيغير من طريقة اللعب هيغير من اللعيبة لجوه الملعب فبرضو ما كنتش حاطت في حساباتي من ضمن التغيير ده كان عندك من اول مروحة المينيا اسوان بقول المينيا كتير حضرك بتحب المحافظة لكن كابتن عمر قبل المبراب بثلاثة ايام تكلم معي تكلم معك قالك ايه شدي حيلك الوقت اللي انت لعبته في مبارات الزمالي كنت كويس انا عايز نفس الاداء بداية الموسم كابتن عمر ميشي ما فكرتش في حسابات زمالك الوقت اللي هو كان كلمني فيه كان خلاص بأنا ناس كلموني من المصري بورسعيد ناس كلمت معي من اسماعيلية وكابتن جامير كلمنا على الزمالي زمالك وبدأ كلام على النادي الاهلي فانا فضلت مازك مين من النادي الاهلي كان انا فكر ان كان كابتن شوبير اول ما بطل عمل اول حية تريبا عملها مكتب وكادة لعيفة اه كان حدي من من مكتب الكابتن شوبير كلموك اه اه وايه رأيك طيب ما انا معرفش حية اتنقلت بالموسمعيل اه السنتين وكمان بفضل ربنا سبت الفريق في الدور الممتاز ليه كان افضل حية انا حاس ان انا عملتها في مشوار مع اسوان يعني انت اللي فيه اعماد سليمان وكابتن محمود جابر وهم اللي كانوا محمود جابر هما اللي كانوا عاملين وراك عاملين الليفه اه اول ما دخلت الاسماعيلي هل حسيت فرق شاسع بين اصوان وبين الاسماعيلي والله كابتن هو نفس الاحساس كل مرحلة وليها الانطباع الخاص بتاعه اه يعني انا داخل معايا شنطتي وداخل على هكذا السورة دي اه دي مبورها في افريقيا اه الحكم ده تقريبا جزائري اه وهنا انا ده في الاخر بقى انا كابتن النادي اه يعني انا في اخر سنة سنة ونص سنة كنت كابتن النادي الاسماعيلي اول لعيب قابلته في الاسماعيلي كميا اه اول حال دخولي على الاستراح استراحة النادي واستيبال الناس ليه وان مفيش اه وانا اللي بعرفهم كابتن بنفسي اه يعني انا اللي بقول لهم اه ان انا عماد النحاس اه من نادي اسوان والنادي الاسماعيلي اتعاقد معايا وكتر اه اه دي وانت كابتن اسماعيلي دي وانا كابتن اسماعيلي اه ده مين اللي كان واقف جنبك ده هنا بقى مدار الاسماعيلي كان كابتن محسن صار ده هنا كابتن محسن وكابتن محمود جابر وكابتن شكر بس انا انا خدتها يونس لان انا عرف ان يونس في الصورة ف كابتن محسن صارح وكابتن محمود جابر كابتن شكري فالكابتن محسن بدل ما كان يخدق على القناة ليته في الاسماعيلي اه هو اللي جي عليه بقى في الاسماعيلي هو اللي جي عليه اه وده انت حققته معاه اه احسن نتايج كانت في فترة دي كاس ودوري كاس ودوري مزبوط كاس 2000 والدورة 2002 بالزبط كده طيب لما عدت في الاسماعيلي وحسيت الاسماعيلي ده فرقة كبيرة قوي وكسب اول نادي في افريقيا افريقيا ابطال الدوري وحقق انجازات كبيرة جدا على مستوى المحلي هنا وكان قبليها واخد دوري من الاهلي يعني اسماعيلي نادي كبير استمرت في الاسماعيلي كم سنة ست سنين ست سنين خمس سنين ونص وطلعت اخر ست شهور اعارة لنادي نصر السعود طلعت ليه اعارة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وكان كلامي كده مع المنصب رايم عصمان بكأنه طبعا كل تأدير واحترام لأن أنا تعاملت معا فترة الخمس سنين ونص كنت حاسس فيها معاملة الأب لابنه الاختلاف في الآخر كان اختلاف اللي هو بتاع الكورة وكان في الوقت ده كان العيب لما بيقعد لحد سن 25 أو 26 سنة ولك ده يعني قرر وانا في الوقت ده ما كنتش لسه برضه كنت خلاص لو احنا نجيب من الآخر والصورة الأخيرا ككابتن للنادي كنت متجوز وعندي رانا ومحمد وعايز افكر اكتر في مستبالهم ممكن اول في البداية كنت بفكر في مستبال انا كالعيب عبستوصني الاول لكن بعد كده كنت بفكر في مستبال الولادي انا بفكر في مستبال اولادي اكتر فكان كلامي واضح وصريحه دي كابتن انا مشوف انها كانت ميزة وعيب طيب انت حققت مع الاسماعيلي كم بطولة بطولتين كاس ودوري قالك عماد لما طلع السعودية علشان قاطر اعرى لمدة اربع شهور بعض الناس فصلت قالك النعماد خادي النقلة دي كبري وانا بقولك بأمانة وعايزك تتكلم فيها بكل صراحة كبري عشان يرجع بيها على النادي الاهلي ايه اللي حصل بقى في الفترة دي ايه اللي حصل في الفترة لان في بعض الناس المتعصبة قوي 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 بتتكلم في الموضوع ده وده اللي عامل احتقال مزبوط ولا بش مزبوط طبعا وانا بفضل ربنا ردت في الموضوع ده اكتر من مرة برضه وضح مع حضرتك الموضوع من الاول الفترة دي مع كابتن محسن صالح في المنتخب قبل كاس الامم 2004 انا عادي بانتهي والبطولة في شهر واحد عادي كان ينتهي من نهاية الموسم يعني انا في شهر يناير امضل اي حد اللي حضرتك اللي كنت بسألنا عليه في اسوان هو القانون بقول ان انت في يناير تمضي الايام مزبوط انا كان حبي للنادي الاسماعيلي ان اقتراب للنادي اه ان انا مستحيل لحط قمضة على وراءة في نادي تاني دي لانت قلت انت عابلت فاركة لانت تعيش فيها اولا خلاص انت من السن والخبرات اللي انت اكتسبتها ان انت الحياة اللي كان ممكن تعملها انت صغير وانت لسه مش عارف عندكش فيها خبرات لا انت الحمد لله اكتسبت خبرات لعبت على مستوى عالي لعبنا على مدار الخمس سنين او ست سنين في افريقيا بطولة دوري وتعرف يعني ايه بطولة بطولة الكاس حب الناس ليك شفت فرحة اسماعليا بعد الدوري شفت فرحة اسماعليا بالكامل بعد الكاس هو ده اللي ادك حب الناس ليه في اي مكان بتمش فيه طبعا عكس برضو يا كابتن عكس القاهرة قاهرة عشان كبيرة لكن اسماعليا لا انت اسماعليا كلهم قريبين من بعض جدا وبعدين بيعشاوا كورة اه انت هتوليه اه اتكلمت مع المهندس ابراهيم عصوان في الفترات اللي بروح منتخب ونرجع على النادي روح منتخب ونرجع على النادي واحنا بدي اتكلم في موضوع التجديد وكان سبق ليه معاه في 2001 ان انا بجدد عادي برضو وبرضو كان فيه نفس الضغط ان انا اروح النادي الاهلي اتكلم معاه الدكتور حجازي وانا هضرب هنا المثل ما بين 2001 و2004 ثلاث سنين بجدد من 98 ل2001 ومن 2001 ل2004 انا همشي 2004 2001 برضو هتحط على نفس الضغط ونفس الكلام ان انت عايز تمشي وان النادي الاهلي بيفوضك وتكتب بالوال منشت الكبير ان النادي الاهلي بيفوضك وتعمل صفحة كاملة ان انا خلاص وقعت لنادي الاهلي بالفعل اتكلم معايا الدكتور محمد حجازي كان عدو مجلس ادارة اعمد الكلام اللي مكتوب كلام اللي مكتوب ده مش مصبوط في مفاوضات من النادي لألي اه في مفاوضات من النادي انا عادي بيه خلاص في النادي انت هتعمله معي ايه اه طب انت عايز ايه قلت له شوف حضرك مجدد لمين و انا جاهز ان انا و اتعامل زاي انا عايز اكمل في النادي لان انا شفت الحب و الاحترام والتاديرة دي من النادي و من المهنس إبراهيم عصمو نعم فكنت حابب ان انا تجدد وارد الجميل كمان لين انا مكمل في النادي الكلام المكتوب ده مش مزبوط وانا عايزة اكمل في النادي خلصنا التمرين جاهزولي عربية طلعت منها على هنا القاهرة لمكتب المهندس ابراهيم عصمان كويس كانش مسد ان انا جاي عشان اجد لان كان ابلها طبعا العيبة مشت يعني خالد بيبو كان في الوقت ده كان مشي وكان برضو موضوع كبير كان ابلها برضو مشكلة ما بين النادي الاهل والنادي الاسماعيل في احمد حسن فان انت تروح وان انت تمضي دي كانت بالنسبة له يعني برضو حطت عماد عنده في حتة تاني خالص طبعا لانه هو صادق والسنة الامضة دي هي السنة اللي خدنا فيها الدوري 2001-2002 كمان يعني السنة دي السنة اللي خدنا فيها الدوري 2001-2002 طيب انت ما كلمت مع دكتور حجازي كان رده عليك ايه بقى لما تقول لنا